السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف صلاح البتني قبل ما بدأوا فيديو تانتا نهار اليوم ما تنسوا تصلي وتسلموا على رسوله لي أفضل صلوات على بالي كامل توحشت وصفاتي هذه مدة ما برتجيتش معكم واليوم إن شاء الله رجعت لكم بوصفة ميني سوفلي بطريقة سهلة وبسيطة عجينة اقتصادية يجي فرغا من الداخل ويجي مقرمش والحشوة بزاف بلنا هذة الوصفة لازم تحتفظوا بها وتجربوها إن شاء الله في هذا رمضان خليكم على الوصف مشاهدة منتعة للجميع نبدأ لبركة الله أول حاجة مع العجين ويش نحتاجه كمقادير في ريسيبيون حطوا كاس انتع سميدي كونر طب كاس تعفارينة ملعقة صغيرة تع سكر ملعقة صغيرة ملح ملعقة كبيرة انتع زيت نباتي ولا زيت زيتون وعندي ملعقة صغيرة انتع خميرة الخبز نخلطوا هذة المكوينة كامل نحاولوا ندخلوا هذك الزيت مع هذك المكوينة جيدا فقط بالملعقة ومن بعد نذهبوا المال يكون دافي نضيفوا بتدريج الماكي ما قلتكم يكون دافي نضيفوا بتدريج ونبدأوا نلموا في العجين حاولوا تخليوا العجين تعكم يكون نوعا مطري ما تيبسوهش بزاف حتى نتحصلوا على عجينها تكون تتمسك في الإيد نحطوها في بلوند ترافاي ونبدأوا ندلكوا فيها حوالي خمس دقايق حتى ست دقايق حتى نتشوفوا العجين تعكم واللاليس نحطوه في الريسيبيون نغطيو عليه بالبابي فيلم ونخليوه يرتاح مش بالضرورة يضع في الحجم تعوه وفي هذ الأثناء حوالي نسو ساعة نروحوا نوجدو الحشو تاعنا نرح نوجد لكم حشو تاع الدجاج بالنسبة للمارينات في صحن ولا في ريسيبيون ندلو شوية تاع الفلفل الكحل شوية فلفل الحمر شوية تاع الملح ثوم غبرة إذا عندكم أيضا بصلة غبرة ستقدروا ستعملوا الثوم والبصلة العاديين عندي كركم تاوبل تاع الدجاج زنجبيل خلو لعصر ليمون شوية الزيت شوية الملح وما تنسوش نص فنجل انتع الماء نخلطو هذ المكونات كامل جيدا مع بعض وبعد نجيبو نص دردجاج اللي يكونوا قطعناه مربعات صغيرة ونخلطوهم مع ذيك لامارينات وعالأقل تخليوهم حوالي ساعة مع ذيك لامارينات بش يتشربوا مليح وبعد نروحوا نوجدو مقلة اللي ندلو فيها الزيت ولا مارغارين نخليو الزيت يعنا تسخون مليح ونرميو هذك الدجاج نحن نضيفوهم نجيبو مقلة ندلو فيها الزيت حاولوا نجيبو مقلة لمثل الصقش النار تكون متوسطة نحطوه هذك الدجاج ونقعدو نقلبو فيه مرة مرة حتى نشوفوه بداية يدخلو طياب جسد يدخلو الطياب عندي هنا حبات عبصل وقرن تعفل في الحار قطعتهم وربعات صغيرة وراح نضيفهم في الأخير ومن الأحسن أنكم نضيفوهم شوية فقط حوالي ثلاث دقائق وتطفو عليهم النار مطيبوهمش بزاف باش يطلقو البنة تحهم وتحسوهم كي تعودو تاكلوهم علي سوفلي بعد اللي هنا كما كون شوية العجين تعينا روضع في شوية الحجم تعوه المهم حطوه في مكان دافي لمدة نصف ساعة بعد اللي هنا نديقازو العجين تعنا نقسموه بالكوبات إلى كورية تكون متساوية تكون صغيرة في الحجم نكورهم أو نشكلهم بهذا الشكل نغطيهم نخليهم يرتاحوا حوالي عشر دقائق وربع ساعة واللي هنا بالاستعانة بالفارينة نبدأهم نفتحوه في العجين تعنا حول العجين تعكم ما تلقوهش بزاف وما تخشنوش أيضا بزاف وكي تفتحوهم ما تفتحوهمش بزاف بزاف يكونوا متوسطين في الحجم وإذا حبيتوا تديروا سوفلي عملاقوا لا هذا يرجع لكم أنا درتهم ديمينوا سوفلي بقعت اللي هنا في الأصوص طومات أنا درت حبت تعطماطم مع نص ملاقات على طومات كونسونتري شوية على سكر شوية ملح شوية فلفل كحل شوية تع الماء وشوية تع الثوم نقصت لهم النار وخلي تحت نطابط لي وتشربت هذاك الماء حاولوا تشربت هذاك الماء كامل لن بعد درت اللي هنا من هذه الأصوص درت هذاك الججلي طيبته درت أيضا فرما جرابينة دائما استعمل ترتيليس وزيت جبت أيضا شوية ماء درتها اللي جوانب بلا ما ننسوا فرماج أو الجبن الطاري من ترتيليس ونقفلوها بتضفير هذاك الماء رح يخلي لسوفلي تعنا ما يتفتحوش سينو اللي يحبي دير بيض البيض هذا يرجع لي ولكن البديل تعبيض البيض هو الماء نقفلوها بهذا الشكل ونحطوها في بلاتو ثاني ليكون نفرش بورق الطهي واللي هنا رح نكمل كامل حبات بنفس الطريقة نفتحوله عجين تعنا نديروله سوس طومات نحطوه هذك الداجج أيضا جبزة بنين هذك الججب عليك تلبس طلاب الثوم كما قلتكم ما طيبوهاش بزا 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 بهذا الشكل ونبعد جبت لهنا فرماج طارتيليس تائيما ونديرو كمية حسب انتو ماش تحبو تحبوه مفرمج بزا كثروا الفرماج يعني الفرماج ولي رح يزيد يعطيه بنا أكثر أكثر ودرت أيضا فرماج رابي فرماج طارتيليس درت لها الماء على الجوانب يعني الماء استعملت لهنا كما الكولاج أليمونتر ونغلق عليها بهذا الشكل ونشكلها على شكل ضفعها سنو تقدروا تخليوا هكا ولا تشكلوها بالفرشيطة كما تحبو ولي هنا شكلهم كامل بنفس الطريقة بعد ما نشكلهم كما قلتكم بلاتوا دهنوه بالزيت ولا تفرشوه بورقة طهي من الأحسن أنكم نديروا ورقة طهي باش ميلسقو لكمش نجيبوه هنا بيضة كاملة نديروا السفر واحد نديروا بيضة كاملة باش يكفينا في ذلك الكمية ورح نخبطها بيان وندهن بها الوجه تاعي اللي سوفري تاعي وعندي أيضا مقاتل شفية على صوص درتها معا ذاك البذ ودرتها أيضا على الوجه باش تعطينا تحميرها مليحة اللي عنده أيضا فرماج رابي أنا خلاص لي تقدروا أيضا تديروا على الوجه فرماج رابي زيدي يعطيكم واحدة القرماشة اللي سوفري تاعكم طبيعة الحل نفوتوه مباشرة للفرن أعلى 180 درجة نشعلونهم لتحتك نشوف حمارة على الجوام نزلوا نعطيهم حمارة على الوجه وهذه هي النتجة اللي تحصلت عليها هذا اللي سوفري أنا دائما يشوفهم فيه برا وتشهيتهم وحبيت نجربهم معاكم وجوا بزاك بلان كي ما أنتعلم حالات إذن وصلنا نهاية هذا الفيديو ما بقالي نقول لكم شهيتكم بالصحة ما تنسوش تبارتاجوا فيديو مع الأصدقاء والأحباب ما تنسوش تدعموني في الانستغرام لكم تشوفوا فيه أسفل الشاشة تشوف صراحة البتني وبإذن الله بإذن الله إن شاء الله الأيام القادمة رح نزيد معكم وصفت بزا بزا فهيلة جربوا هذا السوفلي ما كونش رح تندموا عليه إذن شاهدكم بالصحة نطلقوا في عد آخر السلام عليكم